اشتركوا في القناة رئيس جمعي طربت لعلم الفلك أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن فاتح شهر ربيع الأول هو عشرون نومبر وبالتالي فذكر المولد النبوي توافق الجمعة فاتح دجمبر سبعة عشر وألفين موظيفا في تدوينة النشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن فاتح ربيع الأول ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون عند غروب شمس تمانية عشر نومبر سبعة عشر وألفين بمدينة الدخلة سيكون عمر الهلال ستة ساعات وخمسة وثلاثون دقيقة وسيبقى القمر فوق الأفق 22 دقيقة بعد غروب الشمس وعشر الفلك ذاته أنه ستتعدى رؤية الهلال بالنسبة لليوم 19 نومبر سيكون عمر الهلال ثلاثون ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة وسيبقى القمر فوق الأفق 63 دقيقة بعد غروب الشمس مما يجعل رؤية الهلال سهلة وحسب لائحة مواعيد العطلة المدرسية فإن المؤسسات التعليمية ستتوقف عن العمل يومي الجمعة والسبت من الشهر المقبل بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي كما أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا على موقع الرسم الإلكتروني أن العطلة الرسمية بالإدارة العمومية خلال هذه المناسبة الدينية ستكون يوم واحد واثنان من الشهر المقبل حسب لائحة أيام العطل الرسمية كما حددها المرسوم رقم 277169 لتسعة ربيع الأول 1397 الموافق لـ 28 فبراير 1977 شكرا على المتابعة نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن شكرا على المتابعة